اشتركوا في القناة يزو بنشوة إنجازات ثورة سلمية ضد الفساد وكل مظاهره المعطلة لتطوير البلاد خاصة ما كان يحاكى من بقايا وأذناب المستدمر الحاقد والحاسد الذي يطمع في تأخير نمو وازدهار السيدة الجزائر وأيضا مستحق لمصلحة نفس الأفكار الرجعية التي تحتاج لدروس وعبر تستفق بها كل إفريقيا من لوبيات تستخلف توجه أمسها الاستدمارية وفي سبيل ذلك سيكون الحديث غير كاف بل تعبير أصدق من تجسيد طموح وتطلع الشباب خاصة والشعب الجزائري عام وفي مختلف مجالات الحياة وهذه حقيقة واجبة ولأزمة لإثبات اكتمال الحرية باستقلال من كل تبعية اقتصادية مشاهدين الكارم العديد من الإنجازات تم طبعا إنجازها طيلت 59 سنة اليوم الجزائر والجزائريون يحتفيون بعدي الاستقلال والشباب صراحة المشاهدين الكارم كما كنا تطرقنا في جزء الأول من البرنامج رفقة ضيوفي الأكارم طبعا أستاذ عبدالقادر الميهوبي أستاذ العلومة السياسية وأيضا نشط جمعوي ونشط سياسي بمدينة داجس ولاية المسيلة وأيضا سيد طيب بالهواري رئيس المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء صراحة صالوا وجالوا لحديث عن ملف الذاكرة عن أيضا بعض الأشخاص الذين يخونون بعض المؤرخين ويخونون بعض من رموز الثورة الجزائرية تحدثوا أيضا عن الإنجازات المقدمة من طرف الرؤساء الذين تعاقبوا على الجزائر من سنة 1962 إلى غاية 2021 اليوم رئيس الجمهورية سيد المجيد تبون في هذه الحقبة أو في هذا النظام الجزائريون يعاولون على شخصه في تحقيق الإرادة السياسية على أرض الواقع وأيضا ينتظرون وأمال مرفوعة صراحة أن هذه الشعارات وجزائر جديدة تجسد على أرض الواقع والذهاب بالجزائر إلى بر الأمانة ولا ننسى مشاهدنا الكارم أنه فيه أعداء تتربص بالجزائر يحاولون دائما بشدة طرق وشدة وسائل تطبيق استراتيجية وأيضا إعطاء مبالغ مالية خيالية لتطبيق أجندات سياسية لأجل الاستياد في المياه العكرة والذهب بالجزائر إلى مستنقع الدم والعنف والخراب كان أيضا ضيفي الكريم مشاهدنا الكرام تكلم أن الجزائر ليست كسورية الجزائر ليست كليبيا الجزائريون يولدون بالفطرة والرجولة موجودة طبعا في قلوبهم وفي عقولهم كما نتابع مشاهدنا على فاضل أيضا في هذا الصور التي كانت مرت معنا في الأول من البرنامج لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ورفقت طبعا قائد الأركان السعيد شنغريحة وأيضا رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل الذين يحتفون ويشرفون على انطلاق الاحتفالات الرسمية بعضية الاستقلال والشباب رئيس الجمهورية إذن دشنا نصبا تذكاريا بأعالي العاصمة لطبعا المشاهدين الأكارم لوحة تذكارية فنية تحكي الواقع المعاش وتحكي أيضا ثورة الجزائرية التي رحى ضحيتها أزيد من مليون ونصف مليون شهيد هؤلاء الشهداء مشاهدين مليون ونصف مليون شهيد الذين تم إحصاؤهم فما بالك بشهداء الذين لم يتم إحصاؤهم فبتالي استرجاع السيادة الوطنية لم تكن بالسهل ولم تكن بشيء الهين العديد من الجزائريين ضحوا بأنفسهم من أجل أن نحن نجيل المستقبل اليوم فيه كان في السعادة فيه كان في الاستقلال فيه كان في الرخاء ولابد هذه أمانة ثقيلة لابد علينا نحن اليوم كجيل أن نرفع التحدي ونواجه كل التحديات وكل الصعوبات التي تواجه الجزائر مشاهدين الأكارم دعوني أرحب في هذا البلاتو بضيفية الكريمين على يميني الأستاذ محفوظ بن صغير محلل سياسي من مدينة برج بوريليج مرحبا بك سيدي صباح الخير شكرا مبارك الله فيك مغلقت برج بوريليج نعم نعم تحية ليك وتحية الناس برج بوريليج شكرا جزيلا ويسعدني أيضا أن أرحب بالأستاذ المجاهد دباح محمد طبعا دبلوماسي ومجاهد مرحبا بك سيدي صباح الخير وهانئا لنا ولكم طبعا هذا اليوم فضل شكرا على الأستاذيب هذا شكرا جزيلا أبدأ بك طبعا الأستاذ محمد دباح عايشتم الثورة صراحة مؤرخون عدة سواء جزائريون أو أجانب كتبوا عن التاريخ الجزائري ولكن ما نحظ في الآونة الأخيرة أنه أصبحت هناك تصفية حسابات ربما في التاريخ الجزائري ويحاولون ضرب التاريخ الجزائري إذا ضربوا التاريخ الجزائري أكيد سيضربون الأمة الجزائرية وستتشتت الوحدة الوطنية تعليق تفضل لا لا هذا هو إحنا لي سامحنا إحنا لي نضربوا روحنا لا يضربوا روحنا على خاطر نسمح للناس فرنسا هذا اليوم لا تخليك معنا لما نسمح في اليوم الأول اليوم الأول لما يجي ساركوزي رئيس الحكومة الفرنسية يجي لهنا في زيارة رسمية ويجي يقول راح نديروا ستاتيو لي من عبد القادر على خاطر راهو دافع المسيح شوف باش يخلي لك السلسة داخلها في الشعب الجزائري نفس الشي لما يجي أولاند يحاولونه طبعا من خلال الكلام ويجي أولاند نفس الشي وإحنا ساكتين الأساتيدة ساكتين مليون تاريخ ساكتين يجي أولاند نفس الشي يكرموه في تلمسان ويحطوا له البنات بالكبوسة هذيك بالقايمة تاعه وباش يمشي يزور لسيناقوك تاع أهلو هذيك تاع جدو تاع اليهود كيكمل يقول لهم راح نديروا ستاتيو اللي مرعب القادر على خاطر دافع المسيح وساكتين لا حد ينادي نفس الشي ماكرم أخيرا أخيرا يعني هذا يعني الهستوريان بنجامين ستورا اللي دارينو هو المخت الهستوريان باش يقدم التقرير تاعه للفرنسا للرئيس الفرنسي يقول راح نديروا ستاتيو اللي مرعب القادر يعني على خاطر دافع المسيح ولا واحد يتكلم ولا واحد يقول السيدة هذا راح راح كافح خمش تاشر شنا سبعتاشر شنا هو في الكفاح يعني التوراة تاعنا قاعم شات يعني حنا اللي قزموا في التوراة تاعنا هي بدين بدين الكفاح تاعنا من ألف وثمائة وثلاثين إلى ألف وتسعمائة وثلاثين وعنا نكافح والضمار يعني ما خلوناش يعني لما دخل بيجو مع مع بيليسي تاعه مع مع ساطارنو دخلوا يعني جاو يعني هو كي جا استعمار جا استعمار سيطاني سيطاني باش ينحي كلش الناس هادو مياه هادو اللي يردل عليها الرئيس رئيس الجمهورية اليوم للكانالدونية الجديدة يجيوا الضشرة ينحيوها بها بستمائة نسمة يحطوهم في سافينات يعني منكسرين ويبعتوهم الكانالدونية الجديدة السفاري طول ستة شهر سبعة شهر اللي مات يلوحوه في البحر والليم مريض يلوحوه في البحر وباش ينحيلوا الهوية التاعوا ينحيلوا الجنسية التاعوا ويخليه ويحط في في مكانه المالطيين السبنيول ويمشي ويزحفوا الزحف يمشيوا لكل دشرة يقطعوا الرؤوس تاع الرجال الرؤوس تاع انساء الكبارات ويحاسبوا الجنود تاعهم العسكر تاعهم بالأدن كل واحد يجيب القفة تاع الأدن يقولوا جحال جبت في القفة تاعك يقطعوا الودن والرسان يعني شي شي البشعة هدا هو البشعة اللي يقولك يعني في المجلس تاعهم قالوا جبنا الحضارة للجزائر في أفريل اسمح لي قاطعك بركة أستاذ دباح محمد بن جماز تورا صراحة أعابوا الكثير عن تقريره وأنه يفتقط إلى الموضوعية ونقدر نقول أنه هذا المؤرخ كان يخدم الأجندة الفرنسية أكثر من أنه يخدم التاريخ الجزائري كان يعني جابوا شي ساعة فقط فرنسا لا لا لم يذكر حقائق هنا هما يبرجوا به أنه كان بعض الصحافة بعد بن برجمان ستورا هو يعني هو يعني من الأقدم السوداء تاع قصمتنا ويجيبوه ويبرجوا به أنا نقول لك لما شفت التقرير تاعه ويقول يخول يقول لامير عبد القادر راح ندروله ستاتو على خطر دفع المسيح هذا التخويل على خطر يقول لك هذا لامير عبد القادر اللي دفع المسيح وخلال لأصمالة لليوم لأصمالة اللي نهار نهار كمل قالوا معطيوني نمشي بلاد عربية أو مسلمة الدول شاطوا تطول ونضروا في خربة مش ساتوا الدول شاطوا تطول وخلاوا لأصمالة تاعوا راهم متفونين اليوم في ليل سنت مارغوريت يعني جزيرة سنت مارغوريت وربعمية وخدين وخدين في جزيرة سنت ليسي بحدا بحدا منتكار راهم متفونين اليوم بعد عين حاولوا الرؤوس تعم تجيبهم يخول لك حتى تعود تشك في الطورة تاعك وتشوف وتشوف سيد هذا في العودة تقول للي را كافح خمش عشر شناء أي واحد يكافح يوصل الوقت اللي للي لزين تتخول ه باش نش تشك يقول لك سيد هذا اللي يمشي يدافع المسيح يخلي الاسمالة وتموت هك خولت يعني الشي المقصد تاعك في هذا في كل في كل مراحل مشغل هو في كل مراحل على الخطر هنا تاريخ تعالى نقسموه في النهار اللون ما نمدوش حمد باي كافح كافح حتى مات هنا أم أم بن جانا جزيرية هو قل لي مات هنا دافع حتى مات في حدا بسكرة وراها مدفون هنا في تعاليبي ثاني خمسة سنة تال السومر من جبدوه هاش المقارني المقاومة الزعاشة خمسين سنة يعني الشي والبشعة تاع تاع الاستعمار المدمر الفرنسي بشعة أكتر من نازية لما الناس يجيوا 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 يخافوا باش يديوا نساء صغارات وقت يجيوا المقارة الفلانية وخلقهم بالتدخين يعني يعني يمشي يمشي يحط صراحة جرائم المستعمر الفرنسي في الجزائر لا تظهي في أي بلد شوف فرنسا استعملت أبشع الأسليب ضد الجزائريين والله صراحة كارثة الأمور التي قامت بها فرنسا أكثر من الاعتذار الذين يطالبون به اليوم ما شو جمعته لأن الاعتذار ماكرو اليوم مش رح يشفي غليل الجزائريين لمقامة به فرنسا في الجزائريين تعليقك سي محفوظ بن صغير عن مدام أنه تكلم على بن جاما استورا حول التقرير الذي قدمه طبعا بخصوص الذاكرة الجزائرية هل وفق بن جاما استورا في وضع هذا التقرير أول طلعتم على هذا التقرير سي أول شكرا على هذه الاستضافة الكريمة وبهذه المناسبة أهنئ باسم خاص الشعب الجزائري بالذكرى التاسعة والخمسين لعيدي الاستقلال والشباب ونحن نتكلم عن الثورة الجزائرية المقدسة اللي كان الهدف الهدف فرنسا في كل مراحل احتلال الجزائر هو فرنسة الجزائر وجعل الجزائر مقاطعة فرنسية وطبعا قبل ما نطلق لسؤالكم الشعب الجزائري أو الفرد الجزائري يقوم على ثلاث أساسات الأساس الأول عنده البعد الديني والأساس الثاني البعد الوطني أو الروح الوطنية والأساس الثالث هو النزعة التحرورية طبعا بخصوص ما ذكره أستاذنا حول الأمير عبد القادر وحول رجال المقاومة كلهم انطلقوا من هذا الدافع هو دافع محاربة العدو على أساس الجهاد في سبيل الله فكان القاتل شهيدا والمقاتل مجاهدا وكلمة السر محمد عقب عمر خالد وكلمة الجهاد بسم الله الله أكبر وبالتالي قامت الثورة على مقاسد دينية ووطنية وتحرورية وما نتكلم عن الجانب الديني أو البعد الديني نتكلم على جانبين أساسيين في قيام الشعب الجزيلي بالثورة هو مقصد أن الثورة قامت على مقصد الحرية والمقصد الثاني هو الدفاع على حقوق الإنسان وهذا ما أغفى له هذا التقرير الآخر الذي قدمته في فرنسا طبعا لا يفيد لأنه لما نتكلم نحن على الذاكرة وكما ذكرت لا يكفيش مجرد الاعتدار لأنه الجرائم اللي وقعت الحمد لله أنه في الأخير كان من مكتسبة الثورة التحريرية هو حفاظ الشعب الجزائري على الهوية بدرجة أولى حفاظ على العقيدة اللي كانت هي الهدف الأساسي للمستعمر الفرنسي كان الهدف الأساسي هو طمس ومحو معالم الشخصية الجزائرية سواء ما يتعلق بالديني أو العقيدة وما يتعلق كذلك حتى باللغة نعم سي محفوظة بن صغير اليوم الأمور ربما والمعادلة تغيرت جذريا بالأمس كانت الحرب عن طريق السلاح وعن طريق ربما استعمال التجارب النووية وغيرها اليوم السلاح مغير اليوم السلاح ثقافي مدام أنك تكلمت على طمس الهوية الثقافية وأصبحت تروج لبعض الأفكار وبعض الأجندات التي ربما يتم تعبئتها وتعبئت بعض الأفراد من الجزائريين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إشعال مار الفتنة كيف اليوم يمكن التصدي لهذه الظاهرة وهذه الأساليب التي تنتهجها طبعا بعض دول الجوار العدوة للجزائر خاصة النظام المخزن وأيضا بعض الدول الأجنبية على رأسهم فرنسا بالأسف الشديد لما تكلموا تكلموا بصراحة في الموضوع هذا نقول بأن الجزائر تتعرض منذ مدة يعني وهذه عجمات الشريسة المتكرر تتعرض لمؤامرات خارجية وربما في بعض الأحيان نجد أن بعض الأطراف الداخلية هي التي تغذي هذا التآمر على الجزائر لأن الجزائر محل طامع من القريب والبعيد وبالتالي اليوم كيف نتصده اليوم نجد أن نرجع ونجعل الثورة الجزائرية مصدر إلهام بالنسبة للشعب الجزائري اليوم ونقدروا مكتسبات الثورة الجزائرية ونقدروا تضحيات الشهداء لتركوا هذا الأمان أمانة أمانة الاستقلال أمانة الحرية أمانة السيادة الوطنية والسيادة الاقتصادية كيف نجحت الثورة وقد تآمر على الشعب الجزائري دول الحلف الأطلسي بأكمله نجحت أولا بالوحدة الوطنية وين فشلت المقاومات المقاومة الشعبية وين فشلت فشلت لما ما كانش المنطلق التحشمولي ما كانش تنسيق ربما كانت في انطلاق المقاومات المنطلق غير شمولي وما كانش وحدة وكانت تقريبا المقاومة إقليمية أقلة العتاد والعداء والعداء وما إلى ذلك وكيف صورة التحرير كيف نجحت نجحت بالوحدة الوطنية لما كما قال العربي بن مهيدي أرمو الصورة إلى الشارع يلتقطها الشعب لما التف الشعب الجزائري حول هذا المبدأ مبدأ التحرير اليوم ونحن نواجه هذا كما قلت كالشهداء تركنا آمانة اللي هي الحفاظ على ثوابة الأمة الحفاظ على هوية الأمة الحفاظ على وحدة الأمة اليوم الريهان على جيل الاستقلال كيف يواجه ويتصدى لهذه الحملات الشرسة من مختلف الجهات من الصديقي ومن القريب ومن البعيد يعني كما ذكرت دول الجوار هذا العام الأول يتحقق بالوحدة لم الشمل المشاركة الفعلية والمشاركة العامة لعامة الشعب الجزائري في بناء الجزائري والحرص على أمنها واستقرارها يعني شفنا شفنا الآن مؤخرا وغير ونحن بصادة بناء الجزائر الجديدة شكرا يبنيها تبنيها السلطة وحدها لابد من المشاركة الفعلية للشعب نعم رح نعبدو إلى هذا النقطة طبعا من خلال نقطة التحدث عن بناء والتشهيد وعن الإنجازات كنت تحدثت طبعا على الإنجازات وطرقت إلى مشكلة ومعظلة يعني منها الجزائر والجزائريون طيلت يعني هذه الفترة 59 سنة من الاستقلال وهي أزمة السكن نعود نولي لك ضيفي الكريم طبعا طبعا دائما سؤال يتمحور في خصوص ملف الذاكرة اليوم كيف يمكن نحن اليوم أن نحافظ على الذاكرة وعلى التاريخ الجزائري خاصة في ذل تضارب بعض المعطيات وأنه فيه بعض المؤرخين كل يقوم بتدوين وكتابة الأحداث التاريخية والوقائع من منطلق ربما في بعض الأحيان عاطفة في بعض الأحيان أمور سياسية وتسييس القضية اليوم يجب أن نتحل بالموضوعية كيف يمكن اليوم أنه نقدر نعرف التاريخ الجزائري الحقيقي والوقائع بكل مسؤولية وموضوعية كيف ذلك؟ شو سيدي سؤال واضح أو لأنه واضح سؤال؟ لا واضح واضح سؤال لا ده يلا شكرا هو هو سيدي هي كان عندنا بحيثين عندنا مؤرخين لما نحب نتكلم يعني هذي المؤرخين وهذي البحيثين من مقت يقول لك أنا عندي أنا أستاذ في التاريخ المعاصر والحديد أنا أستاذ تاريخ كذا يبحث يبحث لكن لما لما الأساتي ده يعني مش لكل تاريخ متوجهين يحب يكون سياسي أقبل ما يكون موضوعي في التاريخ فيتوجه للسياسة ويغلفها أي موضوع تاريخي يغلفوا بالسياسات هو التاريخ تاريخ تاريخنا يعني لازم نفتخروا به يعني كرانا راه كيفاح مش كيفاح مش فرنسا 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 وخدعناها دوغول دوغول في الآخر لماذا قبل كي يمشي المفاوضات على خطر خلاص حطوه تحت الأمر الواقع دوغول النهار جابوه لجنيرو جابوه في 58 على خطر قارناهم المجاعدين قارناهم مش قارناهم لما دوغول قالوا لنجيبوه باش باش يعاونهم يبعت لهم شال جنيرال شال شبديطا ماجور الجنيرال شال وله هو مع المتطرفين فتطر باش يجيب واحدة أخر جنيرال إلرت شبديطا ماجور اللي داروه هنا باش يمشي الأمور لخطر كانت الحكومة تاعوا ضدوا كان دوبري ضدوا مع المتطرفين كان ميسمير وزير الدفاع مع المتطرفين وكان كونستانتا ميليك اللي كان مع المخابرات مع المتطرفين هما يخدموا في جه ودوغول لما تقهر في الستينات كان انتفاوضوا كين تقهر كان يتفاوضوا لكن الأخرين كانوا يعملوا في شي باش يقسمون الجزائر كان مثلا عند داك داك آلام بيفيت اللي كان يعني من الحزب بتاعة دوبري بداية 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 واخرش في الجريدة شوفوا الجريدة الموند 1960 شوفوها تلقاو قسمها لوراني واحدها لالجيرو واحدها وليس واحد وكل مقسمها يعني بدت تفريسها الجزائر أنا في كتابي الأخير اللي كتبت بتاع الواس كتبت الفرانكو وفرانكو بعد هو بعد اختقى على بوند هذيك طرفة على الصحراء اللي خداها بداها منتين دو بشار وطلع وحب يحط فيها وليد القلاوي اللي كان سلطان تاع المغرب وقبر في مراكش لدوبري مع جمعته هبطوا للصحراء التحت وحطوا واحد هاقرئيل معه حمانو ديوري تاع تاع النيجير باش ياخدوا تاني طرف من الصحراء حتى سكوتوري اللي حاوزهم قالهم هذي مش معخون بتاع دليل بو بكر اللي كان في الجامعة تاني هو تاني كان هو ياخد شوية طرف بورقيبة في الطرف التخر تاني حبي يعني كل واحد ياخد طرف فدوغول تقهر ما عندوش كيفاش لما حالة كان تاني عندو فوكار تاع وتاني لعب قال نمشي لكن قبل ما نمشي يعني يخدع الجزارين يحط لقنبولة النووية لليوم الناس راها معوجة قيل في الستينات دعم احداث ترقان تقصد هين كان حطها حطها في هين كان لليوم راهي اليوم الاتار تاعها الناس يخرجوا عمي معوجين لليوم لليوم سلقى القنبولة على خطر كي مشاء قال أنا نمشي ايا سنين نتفاوضو في الستينات يعني دار إي نوزا بيجي دار نبومبا وقال نيقوسي خلاص تقهر وخلاها هذيك البومبا هذيك تاعو لبوم نيقوسي باش باش ترتق وماد قال أي مشو المفاوضات عاد جاي تفاوض معنا لنقوس سون دي بيا في المفاوضات تاعو ما ما قلناش باللي راني درت بومبا ما ما قلناش باللي دار لا خلاك هكدك تتقهر لك نقهرك نحط لك بومبا باش تقهر لقاع ولادك وتحطم لقاع للمستقبل تاعك ونه تفاوض تفاوض نا بالفهم وفاوضات هذوك بدا يقسم في المفاوضات بعد تاعو بدا يقسم قال لصحراء مشتاعكم قال نعطيكم غير شمال رجانوا مشتاعكم بدا يعني كي هذيك المرشون دي بي سي اللي اللي قاشح اللي قاشح منا ومنا لكن قارناهم يعني دقل باش دلجة قارناه نعم كلامك جميل جيد وصراحة مشوق أستاذ محمد دباح اليوم المواطن الجزائري وأنا متأكد الناس اللي ستبع فينا يتسألوا سؤال أنت الذي عايشت كل هذه المحطات ووثقت العديد من الوقائع التي حدثت في تاريخ الجزائر ما هي ربما أبرز المحطات التي لا تزال راسخة في ذهن المجاهد والدبلوماسي سيمو حمد دباح أبرز المحطات نعم هو الاشتقلال أبرز محطات هي الاشتقلال لا أبرز المحطات من حيث المشاهد التاريخية والوقائع أو عفن أو الواقعة التي شدت انتباهك ربما اللي اللي شدت الانتباه هو لما لما نخد الوفر الفرنسي ونتفاوض ويقبل المفاوضات يعني يجي ويبدأ ويبدأ قائل كل عنده حانوت تعلي بي سي بيع ويشري يقول لا خلي ولي هادي وخلي ولي هادي في المفاوضات يقول خلاص طيب كريولي المرس الكبير لا أعطيوني الصحراء ومبعد كما كان الصحراء أعطيوني خمسة سنة سنة كريولي خمسة سنة أخلي ولي عشر سنين في المرس الكبير خلي بدأ يقاشح كي هاديك اللي عنده حانوت صغير وقاعد يبيع في الكمون ومانيش عار في الزيت ويقاشح فهديك اللي قارناه بقارناه ماء وش يدير لنا إنو زاب يجير فاللي دلنا البومبة هاديك اللي خلناها لليوم لأطار تاها وفي النقو ساسو اللي كيبدأ لتسعتاش مرس إلى السفيتاء في ثلاثة في ثلاثة جويل اللي رعد للك الخمسة جويل اللي احتفلوا به يعني خلال فراغ قال الجيش الفرنسي يقات في مكانه والجيش الجزائر يقات في مكانه كان فراغ في الجزائر اللي هو يصدر تريها اللي يدبح يدبح اللي يقتل يقتل نعم أعود بك ربما إلى المحطة قتلي محطة الاستقلال الجزائر يوم خمسة جويل هي شدت انتباخك ويعني سجلت حضورها في طبعا في ذاكرتك طبعا أستاذ الفاضل بالنسبة أيضا لاندلاع الثورة التحريرية المظفرة ماذا تمثل لك انطلاق أول رصاصة ليا نعم أنا كنت شاب كنت شاب أنا ليا كنت تلميذ في التانوية سنة الباكاروريوس لما يجي وينضمني ما نعرفش أنا قاعة من قبل قاعة للأحزاب نعرف هنا جبهة التحرير بس كي جبهة التحرير هي اللي بدات هدا اليمتي الدي والبي والخطر ما كونش في سن بعد عرفتهم بعد عاد تعلم تعليم لكن لما نيداء جبهة التحرير قال طلبة وش تدير بالباكاروريوس تاعك لما تطلع للجميع وتمون شاهد نيداء طلبة 19 مي اللي خلينا نطلعوا كلش هذك جبهة التحرير الوطني في التاريخ نعم نعم يجب التحرير دات النيداء في الوقت 56 على خطر على الله لازم تشوف التوراة شوف على شو نقول لك النيداء تاع 56 على خطر الجماعة لما عندنا التوراة لما عندنا التوراة الستة اللي ندروا عليهم العربي بن مهيدي مستوى بن بلعيد ديدوش موراد بوضياف ربح بيطات هذي الستة هذو وزي ثلاثة بن بلا خيدر وآية تحمد اللي عللو التوراة ما يجيش هكذا ويقول التوراة أنا ما منجيش أنا نقول ندير التوراة لازم يشارعية وشارعية جابوها من الشعب وشكون الشعب جابو 22 هذوك هذوك 22 لكن كي جابو 22 هذوك اللي كانوا معاهم في لوس اللي قال لهم يعني أول كلم طويل هه مش جابو جابو 22 هذوك تاع اللوس قالوا لهم يا ولدي هاو المشروع تاعنا هاو هاو رانا مشينا مشينا المشاري الحاج يعني الزعيم مشينا له قال لا وخلاص القول ولي كان بش نخرج رصوصة الإعلانية ونعود نقول له أيضا أستاذ بن صغير لأنه ما تشح فيه في حقه خلاص القول هو يعني ما جاتش هكذاك يعني التوراة ما جاتش هكذاك وإنما جاءت نتيجة نداء جابوة التحرير لما الأحزاب قاع فشلوا جابوة التحرير ناضط والجماعة اللي يخرجوا من الحبس سواء من اللي يمتيال دي سواء من اللي يدما سواء من جمعية العلماء قال تحب تجي معنا لازم تنضم بالفران سيطان فران ما هوش يعني حزب قال تنضم في جبهة التحرير هذي كله نداء تها جبهة التحرير نداء جبهة التحرير وكنا نتكلم ولبيتم طبعا نداء جيش جبهة التحرير عفوا حزب جبهة التحرير الوطني إذن أستاذ محفوظ بن صغير سأعود إليك طبعا بعد هذا الفاصل القصير وسنتحدث أيضا عن أهم التحديات التي تواجه الجزائر ونحن اليوم نحتفي بعدي الاستقلال والشباب سأعود إليك ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدين للفاضل لا تتفوا بعيدا ابقوا معنا من أجلك عشنا يا عطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمسع مالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حمات مبادين من أجلك يا من أجلك يا يا عطني أبطالا كنا لا نرضى غير الأمجاد تحيينا نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا فشرنا الثورة من أزل سجل يا دهر معالينا والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا من أجلك يا من أجلك يا يا عطني جيش التحرير وجبهته كان ضوئين بداجينا قال في البدء كرامتنا والشعب يصود هنا فينا خيرات الشعب نقسمها فينا بالعدل مواسينا والدعم المطلق نبذله للشعب الرافض تجينا من أجلك يا من أجلك يا يا عطني يا سائل عرب ملتنا دين الإسلام وآخينا همات المشد ورابعنا والله الحافظ يحمينا يا سائل عرب ملتنا دين الإسلام وآخينا همات المشد ورابعنا الله الحافظ يحمينا من أجلك يا من أجلك يا من أجلك عشنا يا وطني أغنية جميلة جدا وأيظن الأستاذ محمد دبح رأيتك وأنت تتردد هذه الكلمات بل الأكثر من ذلك علقتها على الأغنية أو الأنفودة وقلت أنه كلماتها منتقات كلماتها فيها نوع من الحنين فيها نوع من الشوق هم فضل فيها نوع من الحنين والشوق ويخليك تحس بالبلاد بالوطنية أيضا بالوطنية والبلاد كي نقول البلاد سي الوطن والوطن تحس به الشعور تعالوطن واللي يجي لها يجي لها صوت حنين يخلي ذلك الشعور لأي واحد مع أنهش الإحساس يحس معنا يلا نعود نقول ليه طبعا لسي بن صغير ذو زعفة لنا سي دباح نعطي له الكلمة إذن اليوم نحن في هذا اليوم الأغر هذا اليوم الذي أيضا الشعب الجزائري يطالب بالتغيير ويطالب أيضا بالإصلاح السياسي المنشود الذي خرج من خلاله في حراك 22 فبراير الحراك الأصيل أقول سي بن صغير اليوم طبعا رئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون عين الوزير الأول أيمان بن عبد الرحمن هو وزير اقتصادي محض وضعية البلد من ناحية الاقتصادية سيئة جدا إذن فيه إرادة سياسية قوية من أجل النهوض بالمؤسسة الاقتصادية الجزائرية كيف تعلقون على هذه النقطة ونحن اليوم نعتبر أنه اليوم عيد الاستقلال والشباب هو أيضا نقطة ومحطة أخرى نحو التغيير الذي يطالب به الجزائري لما نتكلموا على هذا الموضوع لازم نرجعون مدامنا في هذا اليوم التاريخ الأغر لازم نربط المستقبل بالماضي باش ناخدوا العبر وناخدوا الدروس الجزائر عاشت تحديات تحديات كبيرة تحديات فيما يخص جانب الهوية تحديات أمنية سياسية اقتصادية ونرجعون نحن للتحدية أثناء الثورة أولا ثم نجاوبك يلا تفكر الشعب الجزائري لما قلت كان فرنسا كانت الهدف التحى هو سلب ثروات الشعب اقتصادي ومحو آثار الجانب اقتصادي بالنسبة للجزائر من جانب الهوية حاول الطمس معالم الدين ومعالم العقيدة ومعالم الشخصية الجزائرية الوطنية من ناحية الأمنية طبعا كانت الجزائرية كانت محتلة نعم ومارست فرنسا جميع انواع التنكير وجميع انواع الاضطهاد للشعب الجزائري ولكن رغم هذه الظروف وهذه التحدية استطاع الشعب الجزائري بوحدته كما قلت أولا أن يخرج من هذا التحدي منتصرا نعرف نحن قصة الله فيجري سنة 1886 لما انشاء جمعية للتبشير والتنصير هنا في المحمدية في الله فيجري هذا يعتبر تحدي باش يطمسوا معالم الشخصية الجزائرية في سنة 1985 راح الله فيجري جاءت المحمدية واليوم نشوفه جامع الجزائر اللي يعتبر مكسب من مكسب رسالة شهداء هذه رسالة شهداء أمن شهداء يعتبر اليوم مكسب نعود نقول له إلى موضوعنا طبعا جيد الموضوع هو تحدية كبيرة اليوم تواجه سعود مجيد تبون وأيضا الحكومة القادمة كيف يمكن اليوم أن نبني الجزائر وخاصة نبني الاقتصاد الوطني صراحة أنا في الحديد اليوم وخاصة مع الدين القدرة الشرائية اليوم المواطن صراحة سيعاني لا بد من إيجاد حلول اليوم كيف يمكن التصدي لهذه التحديات الذي رأيت واجه الحكومة القادمة ساعات قليلة فقط تفصلنا عن إعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة تفضل سؤالين في سؤال محطر انطلقتني من قضية الحراك المبارك الأسي 9-20-20-20 لماذا خرج خرج التغيير خرج ضد التغيير وضد الحقرة وضد التهميش وضد البيروقراطية وضد السياسة الدكتاتورية التي كانت منتهجة وكانت تمارس على الجزائر وعلى الجزائريين ضد الدكتاتورية التي حارب من أجلها مليون ونصف مليون شهيد من أجل استعادة الحرية واستعادة استقلال البلد ما نقولش استقلال ربما هي شاطرني في الرأي سيد باح محمد وإنما نقول استرجاع السيادة الوطنية لأن الجزائر لم تكن ولم تكن جزء من فرنسا تفضل أستاذ نعم قلتك هذا الحراك الأصير 22 في بريق خرج يطالب التغيير الحقيقي ولكن من يصنع التغيير هذا هو السؤال الذي يطرح من يصنع التغيير تفضل إذا كان في المحطات اللي شفناها محطات للتغيير مثلا في قضية ما يتعلق بالدستور ما يتعلق بالانتخابات الشرعية والآخرة نشوفه عزوف الشعب الجزائري عن الانتخابات شو اللي يصنع التغيير اليوم طلع جاءنا جاءتنا تشكيلة البرلمانية واللي الشعب موش راضي بها موش راضي بها كان بإمكان الشعب سبع وسبعين في النمية أن تخرج وتفرض عن طريق الصندوق من يمثلها أحسن تبثير لكن هذا هو الواقع هذا ما أفرز الصندوق بسبب الأطلاق بأن عزوف المواطن الجزائري عن الذهاب إلى صندوق الاقتراع خاصة بخصوص التشريعيات السابقة هو أزمة الثقة أزمة الثقة والفجوة ربما بين الحاكم والمحكوم الذي يعمل عليها رئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون وأيضا حكومة جراد سابقة والحكومة التي ستكون طبعا في المستقبل هي يجب أنه من بين الخطوات الأساسية أنها يجب إعادة الثقة بين الحاكمي والمحكوم وهذا الثقة كيف اجتبنا من خلال الوعود الصادقة ومن خلال تطبيق هذه الشعارات على أرض الميدان الحمد لله كلمة الحق تقال لرئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون من خلال وعود التي وعد بها جزائرية من خلال الانتخابات الرئاسية هو أنه دستور جديد انتخابات تشريعية جديدة ونحن مقبلين على محطات أخرى سي بن صغير التغيير لا يأتي بين ليلة وضحها ولكن أين هي لمسة الشعب لمسة لمسة شعب وراه في الانتخابات سيبقى مثلا إذن الشعب جزء في هذه القضية أيضا إذا عرض التغيير يجب أن التغيير يبدأ من الشعب من الشعب لا يبدأ أن يشارك أن يكون فعالا إذا كانت جابت ستقول لي أزمة الثقة أنت تخلق الثقة هذه أنت تفرض تفرض الوجود تاك أنت تختار من تريد أنت تفرض النازاها أنت تعس الصوت تاك وما إلى ذلك إذا كان الشعب الشعب في عزلة مستقيل كيف شرق الثقة هذه والشعب مستقيل يعني هنا ينتظر الشعب أن تسلم على السلطة على طبق من ذهب هذا ما يكون ثانيا لما أتكلمت على قضية الحكومة وتشكيل الحكومة أنا أتوقع تشكيلا حكوميا فيه ثلة من الأولين وفيه ثلة من البرلمان الحالي وفيه قليل من الكفاءات يعني ما تشوف بلا ستكون حكومة كفاءات باعتبار أنه الوزير الأول هو اقتصادي ما حظ السي أنا شوف أنا شوف وزارة أو حكومة كارزماتية سياسية تكنقراطية هذا هو الشيء المطلوب هو المزج بينها لتشكيل حكومة متوازنة اليوم القطاعات الحساسة التي نعطيها أولوية هي القطاعات الاقتصادية بالدرجة الأولى ولذلك عين الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على هذا الأساس على الأساس أنه عنده باع في الجانب الاقتصادي والجانب المالي ونحن بحاجة في هذا الضرب بالذات إلى تفعيل الجانب الاقتصادي كذلك ولكن لما نقول الوزير الأول أنه اقتصادي ما دور الوزير الأول الوزير الأول مهمته وربما حتى الأستاذ دبلوماسي سيمحمد دباح وأدرى مني بهذه المعلومات هو أنه الوزير الأول منسق بغا فقط بين الوزارات لما نشوف مثلا الوزير الأول ونشوف وزير الخارجية نشوف وزير الخارجية عنده باع ونده كما نقول ما قدري это لا يعني عنده قوة ونفوذ أكثر من الوزير الأول لما نشوف وزير الخارجية لا هل أنه اليوم الوزير الأول عنده صلاحيات بشي أمر الوزير الخارجية أنه ينفذ قرار هنا لو أن لو تحقت الأغلبية في البرلمان نعم لو كنا مشينا رئيس حكومة بالصالحيات واسعة وكاملة ما كانش الأغلبية في البرلمان إذن مشينا في الوزير الأول ويطبق برنامج رئيس الجمهورية نعم الوزير الأول عنده صالحيات ولما نقوله ما نستقعني مجرد أنه نستقع بين عنده كذلك عنده إزداء تعليمات ولكن صالحية محدودة بالتنسيق أيضا مع رئيس الجمهورية لأنه دائما في الأخير وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية نعم هذا من ناحية ثانية يعني هذه فرصة يعني ولو أن الشعب الجزائري راه في الغالبية ومش راضي بهذه النتيجة عن انتخابات على أساس أنه قال لك نفس الوجوه نفس الإحزام نعم ولكن نفس الوجوه بيش نخرج من هذا الملف لأنه ملف شائك صراحة سيبا صغير لنفس الوجوه أنت قلتها لي وجوبت على هذا السؤال نفس الوجوه في الجزء الأول من الإجابة عن السؤال وهو عزوف المواطن الجزائري عندهم إلى الانتخابات حبينا ولكرهنا الأفلان الأرندي عندهم قاعدة شعبية وعندهم مناظلين وبالتالي لما المواطن الجزائري مرحش الصناديق الاقتراع خل المناظلين تعذل أحزاب السياسية هي اللي تروح للصناديق هذه 25% اللي شاركت في الانتخابات هي مناظلين من قواعد الشعبية لتعالي أحزاب السياسية ولا تعليقك على هذا الموضوع أستاذ تفضل على العزوف على العزوف طبعا لأن المناظلين تحت الأحزاب السياسية ومالي رحوا الصناديق الاقتراع وإطاولهم الفرصة ما فيه لا تصوير ولا شيء تفضل يعني لا أبو سيدي أنا هذه التحليلات بتاع الحكومة والحكومة والوزير يعني يعني دايما كان مفاجأة يعني تتحلل ومش تحلل درك راكمه هنا هذا محلل سياسي وتجيب واحد آخر محلل سياسي وراح الحكومة تكون هكذا وتكون للتكنوكرات والوزير الأول والوزير الأول ما يحكمش في الوزير الخارجية والوزير الخارجية عنده كاريزمة أكتر من وزير الأول ما عندك حتى معطايات ما عندك حتى معطايات والتحليل بتاعك خاطي يعني خاطي دروك تشوف حينا أنا نهضره دروك لا شيء أخر لك حاجة أخرى يعني الجزيرة هديهية الجزائرية طايحة ونوضع منعال الاستقلال واحد ما كان على بي منعال الاستقلال وإحنا ما كناش نخلصه مثلا الاستقلال كانت سحرة ما كان فرغة لحظة نعم بنينا المدرسة الوطنية باش نديروا إطارات باش يسيروا الأمور ما كانش عنا فلوس ما كان واحد ما يخلص يعني باستطرد لفونكسون في بالليج حتى الستوستين بدأت الأمور تمشي بالعقل جاء خمسة وستين قال تصريح طوري قال ها خمسة وستين راحت من خمسة وستين جاءت سبعة وستين قال حرب بتاع تعمام مصر قام سبعة وستين قال تلاتة وسبعين وإحنا ماشيين طايحين نايدين يعني تحلل ولا ما تحللش الجزيرة دايما عندها ديروسورس ديروسورس تاعها تجبدهم كما كان على خطر كان الوطن هنا كان غيرة على الوطن تشوفوا اليوم اللي رك تشوف فيه دروك اليوم تقول هذك لك هذا كان هذيك الغيرة عندها نهضة ينورد لك في نحو نحوه ينورد لك ويخرج لك خرجات خرين حلل أنا نشوف في البلاطوهات وتجيبوا المحلل السياسي لا مش هكذا وتدير هكذا ولا مش هكذا هاك اليوم تقول لي بللي هادا السي ايمن كوني كان على بلو بللي السي ايمن عبد الرحمن يكون وزير الأول كان جابر مسكين خلاص كان حاكم سابعه وزير المالية واحد معنا بينه هو وزير الأول واليوم تشوفوا هذك الوزير الأول لما ينهض وكل واحد يحطه في مكانه ربما صيصنا على حدث وصيصنا على تغيير سي بن صغير يعني بش تشوف يعني التحليل تحليل خاطي خلاص وجوك وحليل سياسي في البلاطويات وهذا انت ضدت التحليلات سي محمد بح كيف انت ضدت التحليلات مش ضد التحليلات لكن خاطية يعني يضربه خاطية يعني يجي لك محلل هو خاطي خلاص يجي بلك مؤجر حبي تقول ان التحليلات ربما اللي يقدموها في بعض الأحيان تكون مش منطقية ومش منطقية ومش منطقية مع الواقع لا خطر يجي هو مسكين خاطي خلاص غير باش يبين بالليرة محلل سياسي باش يتحط في البلاطو ويحلل معلل سياسي كيف يتحلل سياسي يعني في الجزائر عندها كل ساعة ساعة يخرج لك واحد ساعة ساعة يخرج لك في شكارات يقول لك هذا هو الصحيح ساعة ساعة يقول لك روح انتفهم كيف كيف واحد كان ظن كيف تنمد سيد بن صغير على ما يقوله طبعا ضيفي الكريم يقول لك ان المحللين السياسيين مش كامل باش منتهمهم مش كامل يعني البعض منهم يقول لك انه هو خارج يغرد خارج السرب والتحليلات في غالبية الحياة ما تكون يعني خاطئة طبعا التحليلات السياسية او تحليلات في مختلف التخصصات راح تنطلق من معطيات وتنطلق من ثغارات موجودة تقترح الحلول تحها هذا هو الدور المحلل انه ينطلق من معطيات ثم عنده ثغارات يشوف في ثغارات يقترح الحلول تحها كنت كلمه مثلا على قضية تشكيل الحكومة ممكن المحلل السياسي ينطلق من توجه العام يعني يتنبأ يتنبأ مثلا نحتاجه في المرحلة هذه إلى حكومة تكنقراطية مثلا او حكومة سياسية او حكومة مزيج هذا توجه عام انه قضية ممكن يطرح بعض الاسماء اللي يشوفها قادرة او تطرح لهذه المرحلة يبقى قضية التعيين هذه من صالحيات السلطة القائمة ونحن نتمنى بهذه المناسبة انه هذا المرة يعني نتمنى يكون تغيير حقيقي والشعب الجزائري يشوف وجوه جديدة في الحكومة ويشوف كفاءات يعني ينطبق عليها المثل اللي القائل الرجل المناسب في المكان المناسب ونحترمو حتى التخصص يعني حتى التخصص يعني حتى التخصص يعبدو في هذه المرحلة هذه ليس التخصص فقط وإنما التخصص والمزج بين السياسة والتخصص إذا لا كان جبت لي انت واحد إداري وما يقدرش انه يقول زيك كلمات في الكاميرا وما يقدرش انه يقدر تصريح ثانية مشكلة لا 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 شوف بالنسبة لازم انه يمزج يكون سياسي إداري احنا نحن لما نتكلم عن التخصص نعم ليس كإدارية تزولي رئيس مصلحة أو متصرب إداري أجيبه لا التخصص المتخصص ولكن تتكلمني عن التخصص شوفنا وزراء في حكومة عبد العزيز جراد ما زالوا حتى الآن عندهم تخصص وكانوا يعني دي بخوفي سياغ يعني ولكن لما راحوا للمنصب بتاع الوزارة قادوا يعني قفوا بلاي الدين يعني يعني مشان ينقولها شيء ملاحي دينهم ما قدرش يواجه إعادة الكرة في كل مرة موجود يجب اليوم ما كان في حكومة جرر أنه لا يتكرر في الحكومة القادمة ما زال هذه الحكومة وزيد حكومة أخرى وهي ماشية هذه الطبعة الطبعة ما زالنا ما القيناش الحل وهي الجزيرة تمشي هكذا نعم ولكن سي وحمد نعم مدام أن المشاورات اليوم قائمة قام بها رئيس الجمهورية مع مختلف تشكيلات سياسية واليوم أعطى الأمر أيضا وعطى التعليم إلى الوزير الأول المعين جديدا سي أيمان بن عبد الرحمن أنه توسيع المشاورات والتريث أيضا في اختيار تشكيل الحكومة ربما نستشرف أنه تكون حكومة في مستوى تطلعات المواطنة الجزيرة سيدي الحكومة لما تجيب سي عبد الرحمن أيمان وزير الأول نعم اللي كان وزير مالية مالية يا هل ترى تخلي معها وزير الخارجي الحالي يا هل ترى تخلي معها وزير العدل العدل يعني أراك ما خليش جديد أراك تخلي مع الناس تدير لتينار سيكونوا زاب الله لتينار تخلي مع الناس هادو كيفاش يصير ما هو إلا تخلي مع الناس هادو أو شوية يتحرج إلا تنحي الناس هادو شو نجيب تجيب شباب تجيب كما هادو كخالدي اللي نهار قال لي ما عجبوش الحال يخرج من البلاد تجيب كما هادا نعم لكن سيم محمد يعني هاديتها شباب وما شباب لا سيم محمد باح لكن إحنا ما نشضط أنه مثلا حزب مراقبين ما نشضط أنه وزير كان في منصب أنه يقال مدام أنه قدم الأحسن والأفضل ما نشنزكيه في حتى وزير المزراء ولكن مثلا وزير العدل ولا وزير الخارجية كانوا قاموا بدور صراحة وخاصة الوزير الخارجية صبري بيقادوم الذي أثبت بجدارة حزب مراقبين يقول لك بلي أثبت وجوده وبالتالي إحنا ما نقدرش نفرضه نقوله فلان ولا إلا في المنصب الفلاني يلا باش نختمه هذا الخروج من هذه النقطة خلينا نعود نقول له للذاكرة أستاذ حبيت تغادرنا يلا نزيده أنه نستفاده منك على الأقل خمس دقائق أستاذنا الفاضل كيف يمكن اليوم الحفاظ على الذاكرة الوطنية بعيدا عن تشكيل الحكومة تفضل اللوايس حرقت ودبحت وكتلت الشي المجازر اللي داد ودخلت للديور وتدبح وتمد وتدير المناشير في الديور وتقول لهم الحقيقة الحقيبة أو التابوت يمضى الجبهة التحرير وهي اللوايس اللي تدير فيهم على بالك في الوقت هذاك كان الفاتيكون يعاون فيهم حسبين باللي الجزيرة حتولي شيعوية كان اللوطن يعاون فيهم كان فرانكو يعاون فيهم بسلع يعني اللوايس دارت شي اللي من درج يعني بس تخلت للجزيرة ووقفت على رجليها دار دار واش داروا كانت قاعد دول العالم ضدها وما كان عنا شي ووقفت على رجليها وانتصرنا وجبنا الاستقلال والحمد لله والليم خمسة جويلة اللي حب حب اللي ما حبش رانا بتقليم شكرا جزيلا طبعا ضيفي الكريم أعود إليك أستاذ ابن صغير خمسة جويلة اليوم عدي الاستقلال وشباب ماذا يوثل سيادتكم والله هذا المحطة التاريخية وهذا اليوم الآخر هذا كما يقول الله تعالى فأما بنعمة يا ربك فحدث نعم نعمة الأمن نعمة الحرية كما ذكرت لك سابقا وقلت لك في اللول أنه الفرد الجزائري فيه النزعة التحرر ولا يقبل الضيم ولا يقبل العبودية ولا الضهاد اليوم هذه النعمة هذه نعمة الأمن هذه مسؤولية الجميع كمكتسب ومن مكتسبات الثورة ومن مقدرات الثورة المقدسة هذه مسؤولية الجميع أننا نحافظه كرجل واحد على هذه النعمة التي رأنا فيها ونحطه في بالنا بأن الجزائر تبقى دائما مستهدفة وتبقى دائما المؤامرات ضدها من الداخل من الخارج من القريب من السادة حتى من الداخل هنا في الداخل وبالتالي ما يحس بالجمع غير الكوات لو هذا السؤال طرحوه عن المجاهدين اللي ما زالوا عايشين رب يحفظهم هذا يعطينا الجواب الصحيح لأنه عاشوا حسوا ذاقوا مرارة الاستعمار مرارة التفقير والتنكيل وما إذا اليوم نحن نطمح للأفضل نعم ونصب للإحسن هذا شيء جميل ولكن لا ننكر مكتسبات ومقدارات الطورة لا ننكر ما أنجز مثل الانسنين إلى يومنا هذا هذا كذلك لأن الجزائر الباقيات تسير التطور التطورات الحاصلة دوليا إقليميا وداخليا وهذا النعمة نعمة الحرية اللي ربي سبحانه فرض علينا كمسلمين فرض علينا الجهاد باش نحافظ على الدين ونحافظ على النفس نحافظ على العرض اللي هي الأرض نحافظ على الأثر الاجتماعي والأثر النفسي اللي كانت فرنسا تعول عليه كثيرا بشعب الجزائري استسلم واليوم في ظلي وكان في الواقع اللي أنا عايشينه نعم وما نصب إليه من تحقيق الديمقراطية الحقيقية وهذا ما يطمح إليه الجزائري يونسي بن صغير كلمة خيرة توجه للمواطن الجزائري بمناسبة عدية الاستقلال والشباب الوقت المخصص انتهى إليك الكاميرا تفضل والله أنا بالنسبة لي كمحطة تاريخية عظيمة الشأن وضحاوا على الجزائر الشهداء ثل مليون ونصف مليون شهيد اللي ضحاوا على الجزائر من أجل أن تحيي الأمة من أجل أن تعيش الأجيال في أمن وآمان واستقرار نحافظوا على هذا الاستقرار نحافظوا على اللحمة نحافظوا على وحدة الجزائر انطلاقا من ديننا الحنيف لأمرنا بالتأخي بالتلاح بالوحدة انطلاقا من الظروف السياسية للمحيطة والإقليمية الدولية والإقليمية المحيطة بالجزائر والتربوسات انطلاقا من الواقع اللي نعيشوه لمدة من تكاتف الجهود لكي نخرجوا بالجزائر إلى بر الأمان والنجاح في بناء جزائر جديدة شكرا جزيلا لأستاذ محفوظ بن صغير محلل سياسي من مدينة برج بوعري شكرا لك على تلبية الدعوة ونلتقي في فرصة أخرى بإن الله أعود إليك أستاذ الفاضل كلمة أخيرة للمواطن الجزائري وأيضا للمجاهدين الذين يتابعوننا وأيضا المتتبعين قناة الحياة الجزائرية أستاذ محمد دباح هذه أول مرة بقناة الحياة هذه أول مرة إن شاء الله ما تكونش آخر مرة وأعدك أمام الجمهور الجزائري أنك ستكون ضيفي في إحدى الحلقات بإذن الله ونتحدث مطولا عن الثورة الجزائرية لأنك صراحة تحدثت عن حقائق مثيرة وأنا كصحفي وكمواطن جزائري أول مرة أسمع الحقيقة التي قلتها كلمة تقولها اليوم للمواطن الجزائري اللي لا يتابع فيك تفضل المواطن الجزائري هو شريك هو عايش عايش لحدات كله المواطن الجزائري عايش قبل استقلال وعايش بعد استقلال لم يش نقول المطلة الجزائر رجعت لك خلاص أفرح بيها ديوم خمسة جميع تفرح بالجزائر المواطن الجزائري وعايش كل جهة اللي نتكلموا عليه عايش قبل وعايش من بعد ما عندك ما تعطي له ضرق ما عندك ما تقول له أفرح بالجزائر تاك أفرح لكن كون مؤمن باللي تنجم تزيل الأقدم تزيل أكتر وده وشكرا على قناة الحياة واللي قدمها الله الله يبارك شاب الله يبارك شكرا جزيلا شكرا جزيلا وفاصحة الليسان وبالهجوم شكرا جزيلا طبعا أستاذ المجاهد دباح محمد على تلبية الدعوة بارك الله فيك سؤال إذا كان سمح المخرج فقط تقلت العديد من المناصب خاصة في وزارة الخارجية وتنقلت إلى عديد الدول مادريد واشنطن والعديد أين المنطقة التي كنت بها بالضبط ويعني كانت فيها الجزائريين ربما يتوفدون على السفارة الجزائرية بكثرة لا أنا وين كنت ما كانوش حنا الأول شيء اللي كانت كنت فخور هو في 62 لما حلنا السفارة في 63 أنا كنت في الرشنوار مع فارس وبطنا يعني باش ننظموا الاستفتاء كمنا في روحة الخارجية وين هدي وش من المنطقة لا في روشنوار هنا كان فارس آه روشنوار بومردس بومردس كان هنا كان في بومردس لما باش باش من بومردس بطل على العاصمة تعينت في الخارجية كان خميسة الله يرحمه هو اللي كان ذاك الوقت ومبعد جساء العزيز بقعتوني البلغراد كي كمشينا البلغراد كنا ديبلوماسيين ما كان عنا شي كان بابيت في جوج بيوت ما كان شي ليغوصلاف كي تقولوا تقولوا يشب الجزائري كلي جمجوما حاجة فخورين يعني بالجزائر حاجة هذا الجزائر كيفاش الاستقلال تاعة الجزائر وكيفاش جبت الجزائر كانوا كنا حاجة كانوا يعاونونا كانوا هذو كل يعني المعطوبين عندهم كانت فيه مساعدات ربما كان المعطوبين عندهم كانوا يعني اللي يقرأوا والما يقرأوا عندهم كانوا يعاونونا كتير على خاطر الجزائر كيشوفك عظيم عظيم شكرا مجهد عظيم وجزائر عظيم وان شاء الله تبقى ديبرا عظيم شكرا جزيلا لك ضيفية الكريم شكرا لك أيضا أستاذ محفوظة بن صغير على تلبية الدعوة مشاهدين على كريمة تضحية لا بد منها رفع العالم الوطني الجزائري لا بد منه وتحية لكل الجزائريين الأحرار الذين رفعوا العالم الجزائري في مختلف المحافلة الدولية وشرفوا الجزائرة أحسن تشريف مشاهدين الأكارم اليوم 5 جوليو 2021 الذكرى التاسعة والخمسين لاسترجاع السيدة الوطنية نتمنى أن نحافظ نحن على هذه الأمانة التي تركها لنا مجاهدين وأيضا شهدائنا الأبرار وبفضلهم نحن اليوم نسعد في كنف الاستقلال والحرية والسعادة خدمكم في الفترة الصباحية طبعا الإعلامي أنا عمر بن مرقطة خدمتكم في هذه الفترة الصباحية طبعا برفقة المخرج رزقي لونيس أيضا في الهندسة الصوتية سفيان وأيضا في المراقبة التقنية خدمكم أمين خلف الكاميرا طبعا مشاهدين الأفاضل جوند الخفاء لنجهرهم تحية كبيرة محمد زقاي وأيضا سفيان إنجراش لنجهره تحية أو عفوا سعيد إنجراش لنجهره تحية كبيرة الذي خدمكم يزف إليكم أحلى وأطيب الأمنيات ويهنئكم طبعا بمناسبة عداء الاستقلال والشباب تقبلوا تحياتي وتحية الفريق التقني وسيخدمكم بعد نحظات نظن تمام الوحيدة ساعة تشيلة تمام منتصف النهار والنصف يلقاكم زميل زكي عليلات تمام الوحيدة مع ضيوف آخرين اليوم المفتوح الذي نظمته قناة الحياة الجزائرية متواصل مشاهدين الأفاضل بعد طبعا زميل زكي عليلات سيأتيكم حمزة مرسلي مع ضيوف آخرين وبعدها أيضا سيأتيكم مختار مديوني مع ضيوف آخرين ويختتمها طبعا الأستاذ هابت حناشي مع ضيوفه في برنامج بوليتيك إذن ما أبقالي سنقل لكم مشاهدين الكارم أحلى وأمتعى اللحظات مع باقي برامج قناة الحياة الجزائرية وفي هذا اليوم المفتوح لقاء شكرا لكم اشتركوا في القناة